لدى تسلم سمو وهل كتاب خليفة بن سلمان الخليفة زعامة صنع التاريخ أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على همية توثيق الأحداث باعتبارها مصدرا من مصادر التاريخ ومرآة لمرحلة وطنية وحضارية تحفظ بالتوثيق من الاختفاء والتلاشي وتكون مرجعا للحقب الزمنية المختلفة قائلا سموه إننا شهدنا أحداثا مهمة ومررنا بظروف عصيبة وعصرنا مشاكل كبيرة من أجل هذا الوطن ورفعة شأنه ونجحنا بعون الله وتوفيقه وبتكاتفنا قيادة وشعبا في أن نسمو بالبحرين ونحفظها دائما واحة أمن وسلام واستقرار وأن تاريخنا الوطنية حافل ومسيرتنا الوطنية عامرة بالمنجزات في عهد جلالة الملك المفدى وقبله في عهد الأمير الراحل التي يجب أن توثق للأجيال المقبلة فيما أشار رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الذي أصدر هذا الكتاب أن صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء رمز من رموز الأمة العربية والإسلامية تستحق منجزاته وتاريخه ومسيرته العطرة أن توثق فهي لزعيم عربي أسهم في بناء البحرين ونهضتها ودافع عن مصالح العربي والمسلمين في كل محبل ويشار إليه بالبنان إقليميا ودوليا لحنكته السياسية وأنجازاته الكبيرة وكان صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصة الإقضابية صباح اليوم الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الذي أهدى سموه نسخة من إصدار المركز الجديد الذي يحمل عنوان خليفة بن سلمان الخليفة زعامة صنعت تاريخا وخلال اللقاء أعرب صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء عن تقديره للجهد البحثي الهادف إلى رصد وتوثيق مسيرة التقدم الحضاري والتنموي في مملكة البحرين وإبراز المحطات والأدوار التاريخية لكافة السواعد الوطنية التي أسهمت في بلوغ ما حققته المملكة من تطور ونماء وأثنى سموه على جهود القائمين على إعداد الكتاب وما يتضمنه من مادة تاريخية موثقة تجسد الثراء التاريخي والحضاري لمملكة البحرين وما مرت به من مواقف وأحداث استطاعت أن تتجوزها محققة الإنجازة والآخر ليبقى شاهدا ماثلا تستلهم منه الأجيال القادمة الدروس والعبرة في حاضرها ومستقبلها لكي تستكمل ما بدأه الآباء والأجداد في مسيرة التقدم والبناء وأشهد سموه بما يقدمه مركز الخليج لدراسات الاستراتيجية من نتاج بحثي متميز أسهم في إثراء الحركة البحثية ورفض المكتبة الوطنية بدراسات وكتب نوعية تتناول الشأن البحريني من جوانبه المختلفة من جانبه أكد دكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هو رمز وطني كبير وزعامة صنعت تاريخا بما امتلكته من السيمات الشخصية ودروس التنشئة وحجم الخبرات العملية وفنون القيادة السياسية ومهارات الإدارة التنفيذية ما مكنها من أن تنال ثقة القيادة ومحبة الناس وقال إن سيرة سموه هي سيرة عطيرة ومباركة وهي سيرة إنجازات يفتخر بها كل بحريني لما تحقق على أرض البحرين من نهضة وتقدم مشيرا إلى أن هذا الكتاب وضع وبمقارنة مع عدة زعماء في كافة دول العالم كانت لهم إنجازاتهم وأن سموه كانت له بصمته في تاريخ مملكة البحرين وأشار إلى أن سيرة ومسيرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تمثل تجربة مضيئة وملهمة للأجهال وأن العمل على توثيق هذه الرحلة الممتدة من الإنجازات لسموه هدفه إعطاء المثل والقدوة في أنه إذا امتلك الإنسان إرادة حقيقية وعمل من أجل تجسيد المثل والمبادئ التي يؤمن بها فإن النجاح سيكون حليفه وحليف وطنه ترجمة نانسي قنقر